التاريخ بيعيد نفسه وقصة حب الملك عبدالله والملكة رانيا بتتجسد من جديد فقصة حب الحسين ورجوة حب من اول نظرة واحترام متبادل وحضور طاغي وحفلة زفاف بتشارك فيه الاردن كلها اخيرا صار عندي كنة بس مش زي اي كنة رجوة يعني مفيش احلى ولا الاز منها ده كان جزء من كلمات الملكة رانيا لعروسة ابنها في ليلة الحنة اللي اقامتها في الديوان الملكي الهاشمي الملكة رانيا ورجوة ما بينهم كميا كبيرة وشبه بعض فحاجات كتير خلتهم حديث الوطن العربي كله كلام الملكة رانيا لرجوة السيف ما كانش مؤسر بس لانه طالع من قلبها ولانها ام بتفرح بابنها لا الملكة رانيا لها مكانة كبيرة ومحبة اكبر في قلوب الاردنيين والعرب والمحبة دي امتدت لرجوة اللي الكل بدأ يشبهها بالملكة سواء في الشكل او الاناقة او الشياكة والحضور الطاغي والهدوء والابتسامة الجميلة والاحتفاء بجوازها من ولي العهد الحسين بن الملك عبدالله التاني حدث مهم جدا لكل الاردن لكن لو بصين على شوية تفاصيل هنلاقي ان التاريخ بيعيد نفسه فقصة حب الملك عبدالله والملكة رانيا بدأت لما الملك كان واخد اجهزة شهرين من التدريبات وتصلت بيه الامير عائشة بتعزمه على العشاء وكانت الملكة رانيا موجودة في العشاء واول ما شافها وقع في غرامها وخطفت قلبه برصنتها وسقطها من نفسها وانقتها اللفتة وزكائها كان وقتها الملكة عندها 22 سنة وبتشتغل في شركة ابل بعد فترة تصل بيها في مقرشه لها وطلب منها انهم يتقابلوا لكن الملكة كانت سامع عنه كلم مش ولابد فقال لها كلها اشعاة واستعين بصديق مشترك بينهم عشان يقنعها وفي محاولة الاقناع الاولى الملكة رانيا ما صدقتش ورجع صديقهم المشترك عشان يبلغوا رفضها لكن الملك ما استسلمش وعرف انها بتحب الشوكولاتة رجع بعطلها صديقهم بعلبة بالجكية وفي النهاية ابلت الملكة رانيا الدعوة وفضلوا يتكلموا في التليفون وتقابلوا حوالي مرتين وفعيد ميلاد الملك عبدالله قابل الملك حسين الملكة رانيا واندهش بسحرها وزكائها وقال الملك عبدالله مدام اكتشفنا السر عوزني اقابل والديها امتى وفي جبل تل الرمان وقفوا يتكلموا برا العربية وعرض عليها الجواز بصت له وابتسمت يعني قلبها مال وبعد اسبوعين بالضبط كان الملك حسين في بيت والدها وطلبوا قديها ووافق والدها وتمت مراسم الزفاف وعم الفرح الاردن كلها وطبعا مراسم زفاف الملك عبدالله والملكة رانيا اتكلم عنها لعالم كله واللي اقيمت في نفس الاصر اصر زهران وكان يوم الفرح عيد وطني عم الاردن كلها وتعامل موكب للعروسين في العاصمة عمان لبس في الملك عبدالله بدلته العسكرية رسمية ولبست الملكة رانيا فوستان من تصميم بريطاني وقصة حبهم من اكتر القصص تميز وبيحكي ويدحاكي عنها الكل نيجي بقى القصة حب ولي العهد الحسين ابن عبدالله والانسة رجوة آل سيف واللي حكى عن تفاصيل لقاءهم اول مرة معيها وقال انه تعرف عليها من خلال صديقة مشتركة في الدراسة وتقابله اول مرة ولفتت نظره وبعد فترة طويلة ما تكلموش ولا شايفوا بعض وفي يوم من الايام حصلت حاجة فكرته بيها فقرر يكلمها ويسأل عليها ومن هنا بدأت قصة حبهم وحصل النصيب وكانت رجوة بتدرس الهندسة المعمارية بالولايات المتحدة الامريكية اما الحسين فكمل دراسته الجماعية في جامع جورتاون واللي درس فيها التاريخ الدولي وتخرج منها سنة 2016 حفلة زفاف ولي العهد ورجوة الاحتفالات فيه مستمرة لأكتر من ثلاث اسابيع بدأت بسهرة سمر عسكرية بين ولي العهد والجنود والضباط وليت حنة للعروسة حضرتها أكتر من 600 سيدة غير حفلة عشا حضره كبار الشخصيات في الأردن والاحتفال الكبير للأردنيين هيكون في الاستاذ بساعة كاملة هيحيي نجوم الوطن العربي كله على رأسهم تامر حسني راغب علامة أحمد سعد والمراسم الرسمية وكتب الكتابة هيتم في أسر زهران بالأضافة لموكب العروسين اللي هيلف شوارع العاصمة عمان ابتحاجن بولي العاب وغارستو